اشتركوا في القناة فكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة أنه أكحل أعين ربعة أجعل الشعر حسن الوجه ومعنى أكحل يعني أسود الجفن دون كحل وأعين يعني معناه هو واسع العينين وربعة يعني ليس بالطويل وليس بالقصير بل وسط وجعل الشعر فلم يكن شعره مسترسلا ناعما ولا خشنا بل وسط وكان صلى الله عليه وسلم حسن الوجه وكان هؤلاء الأحبار يظنون أن هذا النبي سوف يكون من بني إسرائيل فلما بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم من العرب امتلأت قلوب الأحبار بغيا وحسدا وكرها وكبرا فمحوا هذه الصفات وكتبوا بأيديهم صفات أخرى فكتبوا أنه طويلا أزرق سبت الشعر أي ناعم الشعر وفي يوم أتاهم نفر من كريش فقالوا لهم أتجدون في التوراة نبيا أميا فأجابوا نعم نجده طويلا أزرق سبت الشعر فقالت كريش ما هذه صفة صاحبنا ولا يخف على حضرتكم أن أحبار اليهود كانوا يستفيدون من عامة اليهود مكاسب رائعة جدا من أموال ورياسة وجاه وسلطة فكان لما عامة اليهود يسألونهم عن ذاك النبي يقولون لهم الصفات اللي كتبوها بأيديهم فينكرونه ويقولون يكتفي أحبار اليهود بالتحريف بل لفجرهم زعموا أنه من عند الله فتقبله عوام اليهود بقوة واطمئنان فاستحقوا الويل ثلاث مرات ومعنى الويل في اللغة العربية هو الهلاك وشدة العذاب وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعرة فهلاك ووعيد شديد لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وبكل تأكيد أن هذا مخالف لما أنزله الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام في التوراة وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليأخذوا في مقابل ذلك عرض الدنيا والدنيا كلها من أولها لآخرها ثمن قليل فاستحقوا الويل على الوسيلة وعلى الغاية مما كتبت أيديهم ومما يكسبون ورغم أن فعل أحبار اليهود انقضى كتبت أيديهم ولكن أثره باقي فكان الفعل المضارع مما يكسبون فمن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده وهل هناك عاقل يشتري متاعا زائلا بنعيم مقيم وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر